كل هذا اللي جاي الذكرة ليش اليوم الممثل والفنان والشاعر والقامة العراقية بس يتمرض أو بس يمتكس أو لا سمح الله بس يتوفى خلاص ينسي استاذ ثامر انتو اليوم بعضكم بالوسط شنو السبب؟ السبب هو الإهمال إهمال من من؟ منكم؟ من نقابل ومن منه؟ نحن فاق أنت من تقول يعني الفنان يعاني من النسيان فلا يمكن أنه يهمل نفسه الإنسان بس الإهمال من الدولة من المسؤولين اللي قائمين عليها للأسف يعني هذا يمكن بس بالعراق هو ذكرتها فقط بالعراق فقط يمكن أنه بس بالبلد يعني هذا الفنان عطاء عطاء تاريخ من الحر ومن البرد ومن الجهد ومن الجوع في بعض الأحيان ومن العجور القليلة اللي يأخذها اللي ما تسويه ومن العطاءات ومن الجهد أنا في أحد اللقاءات سألت على الأستاذي الراحل اللي برحمة على روحة أبو مجتاق سألت علي قلت يراد أنه ينصب لنصب يعني مثل هيج شخصية أنا لو مخول لو عندي إمكانية مثلا لو عندي سلطة وصعب قرار لا يراد لنصب مناف طالب المناف طالب نصب نصب المناف طالب ساحة تسمى باسم مناف طالب وهذا مو مبالغة لأننا صديق أو لأننا مقرب من أدلاء إطلاقا أنا سأحكي لك بصفة مجردة يعني مثل هيج شقامات يراد لساحة باسمه يراد لنصبه باسمه يراد لأن يخلت عندما تجي الأجيال الجديدة تقول هذا الفنان إلى قيمة قدم ما قدمه ضح ما ضحه هذا إنجاز هذا الدولة دعمتها في هالشكل راتب خاص رعاية خاصة لعائلته هذه نفتقدها مو بس ويا مناف طالب ويا كل الفنانين ويا كل الفنانين جاي يروحون من عندنا يتفرهدون يتفرهدون بكل معنى الكلمة يروح الفنان من عندك وما تدري فيه تبجى عليه تعزن عليه ضجت عليه سويت له ثواب رحت له خابر ترمي أن يتعليه وخلص خلص خلص أنا أقول لك خلص خلص انتهى الموضوع انتهى الموضوع وكلها لازم يسرع على القط ماكو أي تحسين بهذا الموضوع كيف لون نحسن هذا الموضوع استاذ ثامر هذه منظومة هذه منظومة هذه متى ما قالت الدولة أن الثقافة تغير من المجتمع وآمنت الدولة بأن الثقافة والفن يغير من المجتمع وعنصر فعال في المجتمع بذلك الوقت نتأمل الخير ولكن لما يركن الفن والثقافة على جهة ويصير التفاصيل الأخرى هي مو الشعوب اليوم يقول لك أعطني مسرحا ورغيف خبز أعطيك جيل مميز أعطني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا مثقفا صح نحن اليوم ندمر المسرح بالخبز همينا من الدمرين وبالتربية همينا بوزارة التربية همينا اشبخها لعدبين أستاذ ثامر هي هاي المشكلة هي هاي الشغلات أساسية هي هاي المشكلة هي هاي المشكلة ولهذا قلت لك المعاناة مالتنا أعتقد يعني راح تبقى يعني ماكو بالأفق حلول ممكن أكو اليوم فكتلة من جنابكم للنهوض بهذا الموضوع أنه أنا اليوم من يتمرى الفنان أكو صندوق لهذا الفنان كائن من يكون من يتوفى أكو تشييع أكو دفن أكو ممكن مكافأة لعائلتها فتسنة سنتين تعيش من خلالها هذا ما ممكن يصير هذا دارات يصير فيصير من خلال النقابة يعني نقابة الفنانين هي اللي تشرع القوانين اللي تخص الفنانين هم قانون طبعا طبعا هم قوانين ولازم تشرع من قبل النقابة يعني الفنانين يطمحون ودائما نطرح هذا والمناشدات أصبحت لا حيات لمن تنادي أصبحت المناشدات بمعنى الشكاوي يعني ماكو المشتكة يعني ماكو وصارت بيها استجداءات حتى من كترة الطرح يعني بسطت إلى مرحلة الاستجداء للأسف يعني وماكو نتيجة تمام